بسم الله الرحمن الرحيم قلنا فيما تقدم أنه هناك بعض المشاكل التي يمر بها الداعي وهذه المشاكل قد لا يتوفق بسببها أن تكون بدايته بداية جديدة مع الله تبارك وتعالى باعتبار بعض الذنوب لها آثار وقلنا أن مجموع ما ذكره الإمام عليه السلام سواء كان في الإعراء عن الله أو الاستخفاف بحقه أو ألفت مجالس البطالين أو الإفتقاد في مجالس العلماء أو عدم الشكر والغفلة قلنا هذه نعبر عنها مانع تخلوه بمعنى أن الواقع لا يخلو من أحد هذه الأمور لكن لا مانع أن تجتمع هذه الأمور فهي ليست مانع الجميع وإنما مانع تخلوه يعني الواقع الذي بيّنه الإمام لا يخلو أن تكون واحدة من هذه وقد تكون جميحة متوفرة عند الداعي النتيجة الداعي يريد أي مننا الآن عندما يقف بين يدي الله تعال لا بد أن يكون عنده مطلب يعني ما هي سبق وذكرنا القضية المركزية عند الداعي وعند الإنسان ما هي يعني كل الأمور لا بد أن ترجع لهذه القضية وهو مفتقر يطلب من غني وهو غني عن كل شيء وهذا مفتقر إلى كل شيء لأن علاقتنا مع الله علاقة العبد الفقير مع الرب الغني فهذا الافتقار يحدد مسيرتنا مع الله تعالى وفي حياتنا العامة مثلاً أنا لا أظلم لأني أتذكر أن الظلم سيكتب عليّ والله سيجازيني به حتماً سواء في الدنيا إنما أعمالكم ترد إليكم أو في الآخرة فإذا اعتقدت بذلك سيكون سلوكي مستقيماً تكون عندي رهبة يكون عندي خوف أو مثلاً أسعى للرزق لكن هذا الرزق بطريقه الحلال يبقى محدوداً قد يوجد منفذ آخر للحرام لكني عندما أعلم أن الله تعالى هو الرزاق وأعلم أن الله تعالى حكيم وأعلم أن من عبادي بعض الأحادي القدسية من لا يصلحه إلا الفقر وبعضها إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى وأعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء سيولد عندي هذا الاعتقاد حالة من الاستقبار النفسي أن أنا قد حرمت من مال لكني كسبت شيئاً أخر والله تعالى مطلع علي والله تعالى بيده مصائر الأمور وبلحظة قد يغير كل شيء هذه الاعتقادات تجعل الإنسان عند نحو من الأطمئنان عندما يرزع إلى الله تعالى لا بد أن يكون عند مجموعة أمور أو أمر مركزي والباقي يتفرع منهم الداعي هنا في مسألتنا بدأ بداية جديدة مع الله تعالى لكن سلبت بعض التوفيقات والإمام عليه السلام علل هذا السلب التوفيقات للأمور التي مرت لا يمكن أن نقف إلى هذه النقطة لأننا نريد شيئاً يعني الاعتراف لوحده مهم لكن غير كافي أنا أريد شيئاً من الله تعالى بعد أن بينت وقلنا هذه الأسباب ومسبباتها والعلل بالنتيجة الإنسان سيخسر فما هو مصدر القوة عند الإنسان وهو يقف بين يدي الله تعالى نتحرى مصادر القوة لأني إذا لم أستفد من رحمة الله تعالى قطعاً سأكون من الخاسرين فالآن الدائع اعترث أنه عند هذه المشاكل جميعاً التي ذكرناها على حمانعة الخلو الآن ماذا نريد من الله تعالى لاحظوا دعاء بحمزة هذه فقرات جداً مهمة يعني الانتقال من فقرة إلى أخرى مع الربط بينهما جداً مهم على طول الدعاء إنسان يبعظ هذه الفقرات ويلتفت إلى أن كل مقطع من المقاطع إلى حيثية خاصة مع اشتراك الفقرات بالطلب من رحمة الله تبارك وتعالى تارة يعترف تارة يبدأ يعدد نعم الله تبارك وتعالى تارة يعدد تقصيره مع الله وهكذا كلها من باب استمطار رحمة الله تعالى ومر علينا مصطلح التملق إلى الله تعالى إنسان نعم يتملق إلى الله الإنسان فقير مطلق ويتملق إلى غني مطلق لابد الإنسان يبقى دائماً على باب الله تعالى يطرق الباب إلى أن يفتح له فبعد أن تقدمت تلك الفقرات التي وقلنا فيها بعض المشاكل ننتقل الآن إلى ماذا يريد الداعي من الله سبحانه وتعالى لاحظاً قلنا أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني هنا نأتي قال فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي هذا واحد لأن كرمك أي رب يجل عن مكافأة المقصرين هذا المقطع الأول وسأبينه والمقطع الثاني قال وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك وتنجز ما وعدت من الصفحة عمن أحسن بك ظن نأتي لبعض آداب الدعاء لحظ في آداب الدعاء الإنسان يعود لسانا دائماً أن يذكر الله تعالى أو بعض صفاته نقرأ في أدعية الافتتاح وغير الافتتاح لاحظوا فاسمع يا سميع متحتي من نجي للجهة الإعرابية أسمع متحتي فاسمع متحتي مثلاً أرحم عثرتي لكن الداعي يجعل بينهما يعني بين الفعل والفاعل والمفعول يأتي بجملة اعتراضية استعطاثاً من الله إليه فجاء بسميع فاسمع يا سميع متحتي يا سميع مو مضافة إلى متحتي هو لا يريد الداعي هذا هو يريد فاسمع متحتي لكن لأنه فاسمع يأتي باسم يا سميع يؤكد استعطافاً إلى الله تعالى مثلاً فرحم أفرض عبرتي إرحم فعل وفاعل وعبرتي هي المفعول تأتي بالوسط جملة إلى علاقة تقول فرحم يا رحيم عبرتي فيا رحيم مو مضافة إلى عبرتي وإنما هذا نداء يأتي به الإنسان في مورد الاستعطاف وكثرة التذلل الآن بعد أن بينا هذه الفقرات الداعي سيذكر قاعدة عامة ثم يأتي بهذه القاعدة العامة لتطبيقها على نفسه أول لقطة قال فإن عفوت لاحظ فإن عفوت هل العفو أمر جديد على الله تعالى يعني يندر أن الله تعالى يعفو الداعي بدأ يتذلل إلى الله تبارك وتعالى ويبين أن العفو هو من شيمتك جاء بعنوان يا رب أو أي رب الربوبية أشبه بإدارة شؤون أعبر عنه عندما يكون رب يعني هو مدير شؤون جميعا ورب الأرباب رب السماوات والأرض رب العالمين فعندما يأتي هذا الداعي بهذه المفردة يريد يبين على أنه أنت من شيمتك من عادتك كما عندنا في بعض عادتك لإحسان إلى المسيق ليس أمرا جديدا وإنما أمر متعود أنت عليه يا أرحم الراحمين أنه تعفو فأذكرك بصفاتك لاحظوا أذكرك بصفاتك الله غير ناسي قطعا أنا أذكر نفسي من باب أي مدخل أدخل إلى الله تعالى قال لاحظ فإن عفوت فطالما عفوت عن المذنبين جاء فإن عفوت بعبارة يا رب يا رب بها نوع من التذلل والتوسل أن الإنسان ينادي عزيزا ينادي قويا ينادي ربا بيده جميع الأسباب فإن عفوت لحظة فطالما عفوت عن المذنبين قبلي فإذن هو ليس أمرا جديدا عليك وإنما من شيمتك أن تعفو وقبلي كان هناك كان مذنبون قبلي كثير وأنت أيضا عفوت عنهم جاء القرآن يعفو وصفات الله تعالى هو الغفار صفات الله تعالى هو المنان صفات الله تعالى هو العطوف فالله تعالى طالما عفا عن المذنبين قبلي هذه القاعدة عامة الآن يعني نقول إلى الله تعالى أن من صفاتك من شيمتك العفو على المذنبين وهذا المذنب أذنب بحقك وأنت صاحب الحق وأنت صاحب الحق لحظوا فإن عذبت فغير ظالم هذا النص موجود عندنا وإن رحمت فخير رحم هذا النص أعيد كيف نتعامل به دائما يعني في هذا الدعا وغير الدعا سنبعد أن اعترف بالذنب والله سبحانه وتعالى له كامل الحق علينا نأتي في مقام الجزاء في مقام الجزاء كيف الله تعالى سيجازي عبده هل أنت مذنب يقول نعم أنا ماذا يستحق المذنب كمذنب يستحق العقوب كمذنب فأقول فإن عاقبت فأنت غير ظالم يعني لم تتجاوز الحد معنى ظلم هكذا وقلنا في مطلب سابق أن ظلم أصلا غير متصور عن الله تعالى لأن الظلم هو سلب حق العبد ما عنده حق أمام الله تعالى هو عبد فقير وعبد محتاج دائما لكن مع ذلك الدعاء يقول إن عذبت فأنت غير ظالم لأن جزائي أن أستحق وإن رحمت إن رحمت فخير رحم فالرحمة تأتي إليه تبارك وتعالى فالذنب مني والعفو منه هاي المقدمة يبينها الداعي يقول فإن عفوت بعد أن مر عندنا ما مر يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي إلا المقدار هذا جيد بس لاحظوا المدخل يعني إنسان كيف يظل يطرق الباب هذا بنفسه متح إلى الله تعالى سان يمدح الله تعالى أنه أنت ليس من عادتك إلا العفو طالما عفوت عن المذنبين قبل الإمام علل هذا المطلب بقضية أيضا استعطافية علل هذا المطلب الله الله تبارك وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وإذا كانت رحمته سبقت الغضب كما قلنا سابقا فكل البشرية تحتاج هذه الرحمة لكن أما أن تعلل يعلل العفو بشيء أيضا استعطاف الشق الأول طالما عفوت عن المذنبين قبل فأنت عفو نحو المبالغة دائما تعفو طالما عفوت عن المذنبين قبل لحظوا التعليل في هذه النقطة نقطة العفو لماذا قال لأن كرمك أي ربي لاحظوا هناك ذكر يا رب وهنا أيضا أي رب هذا لا ننسى في الدعاء في الوضع الطبيعي الإنسان يدعو دائما يأتي بهذه المفردة أي ربي أي ربي أي ربي حتى عندنا في بعض الأدعية والعال هنا حتى ينقطع النفس وحتى ينقطع النفس دليل على أن هذا الداعي جدا محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى فقال لأن كرمك أي رب يجل عن مكافأة المقصرين هذا إلى الآن قاعدة عامة لتحدث بعد الداعي بعد لكن يمهد إلى الله تعالى ما معنى هذه الفقرة لأن كرمك يجل عن المكافأة المقصرين لا شك أن الكرم أن الكرم مورد الكرم مع المقصر ولو فرضنا فرضا العباد كلهم مقصرين إلا ما يعني حتى يعني الطبقة العالية من العيات فرضنا هذا الفرض إنسان الآن يكافأ بعمله يكافأ بعمله فعمل عملا خيرا فيكافأ بعمل خير المكافأة تكون مقابل هذا العمل الخير أما إذا كان مقصر إذا كان مقصر جزاء الوضع الطبيعي يتحمل العقوبة مثلا إمام عليه ما قال عقوب تكتجل لأن مورد التقصير هو العقوبة فليس هناك معنى إلى أن العقوبة تجل عن الذن ومورد الذن يقع بالإنسان لكن جاء بمفردة أخرى وهي المكافأة قال لأن هذه المكافأة تجل تنزه عن أن تكافأ المقصرين مقصود المقصر والمكافأة ونال المكافأة في المعصية لكن هذا الكرم يتنزه عن أن يكافأ المقصر بتقصير لماذا؟ لأن الكرم ناشئ من الرحمة وهذه الرحمة دائما هي تسبق المجازات تسبق العقوبة ولذلك قلنا ونؤكد عادة للإنسان لا يسأل الله عدله بدن هذه الطريقة مع الله تعالى طريقة بالنسبة لنا سنكون من الخاسرين اللهم أني أسألك عدلك بي هذا الإنسان يدعو على نفس معنا نعم أسألك عدلك مع خصمي خصمي دينيا دنيويا إنساني الصالح أسألك العدل نعم أما إذا كنت أنت طرفي كيف أسألك عدلك سأكون من الخاسرين فلابد أن أسألك رحمتك وهذا العبد كلما كان ملتفتا إلى علاقة مع الله تعالى أنت الرب وأنا المربوب أنت العظيم وأنا الحقير أنت الكبير وأنا الصغير كيف أسأل عدلك معي الله إذا كان هو طرفي يعني قضية بيني وبينه أقول لا أحكم بل عدل بيني وبينك ولله الحجة البالر معنى أنا دعوت على نفسي فالطريقة الصحيحة في الدعاء بهذا المقدار إذا كان الله تعالى طرفي أدعو أنه عامني برحمتك أنا مسلم بعض الأعراب أو عرابي سئل قال يوم القيامة الحساب على من يعني من الذي يحاسب قيله أن المحاسب هو الله تعالى قال فزنا ورب الكعب قضية يوم الله تعالى فزنا ورب الكعب بسبب حسن الظن برحمة الله تعالى وهذا نحتفظ بطريقة أهل بيتها كذا وسيئتي بعض الفقرات لا لا تستعجل وبلا التفات تقول الله عامني بعدلك قطعا سنكون من الخاسرين الله إذا عدل بيننا لا يبقى عدلنا شيء كل الحق له نعم عاملنا برحمته نحن مستوجبين نعم منا رحمتك دعاء السادس عشر في الصحيفة السادس يقول الله قرأناها سابقا يذكر الداعسة يعني موكل المعنى بذهني بما هو النص لكن معنى قل لو ركعت لك حتى ينخلي عصر اختفت للنتيجة لو ركعت لك حتى ينخلي عصر وسجدت لك حتى تتفق حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري ثم لم أرفع رأسي إلى السماء استحياء منك ما استوجبت محو سيئ واحد من سيئتي كل هذه الأشياء وطول الدهر ما استوجبت محو سيئ واحد من سيئتي فإذن نحن لا نتعامل بعد الله مع أنفسنا يعني إذا كان طرفنا هو الله تعالى نتعامل برحمته وقلنا في الأمس لا بد أن نستفيد من أن الرحمة سبقت الغضب وقلنا هذا السباق بين الرحمة والغضب يبدأ وينتهي الغرض الغرض يعني مكان السباق التسابقان علي أنا الداعي علي وعليك فلا بد أن الرحمة تسبق وإذا رحمة الله سبقت الغضب فكما يقول الأعرابي فزنا وربي الكرام إذن هذه القاعدة العامة فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي تعلي لأن كرامك يا إيراب يجل يتنزه يرتفع عن مكافأة المقصرين هذا القاعدة العام بالنسبة لي ماذا أقول قال وأنا جئنا الآن لهذه المقدمة حتى أنا أدخل في هذه الرحمة التي دائما الله تعالى عفونا لاحظوا ثلاث أشياء الإمام عليه السلام بين شيء الأول قال وأنا عائد بفضلك واحد هارب منك إليك ثلاثة متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظن هذه المقدمة التي ذكرناها عامة تطبيق علي كيف يكون باعتبار أنا عندي مشكلة كما قلنا الإمام عليه السلام بيّن ثلاث حالات حال الأولى قال وأنا عائد لاحظوا بفضلك ما قال أنا عائد بعدلك لأن لم يؤدبنا الأم عليه السلام على هذه الطريقة من الدعاء أدبنا اترك العدل اذهبوا إلى الرحمة إلى الفضل إلى المنة إلى الرأفة هذه هي صفات الله التي تناسب المقام وأسماء الله التي تناسب المقام أخواني جداً مهمة جداً مهمة أن هناك مناسبة تحتاج إلى الرأفة أأتي بها تحتاج إلى الرحمة أأتي بها وهناك مناسبة تحتاج إلى العزة الله تعالى يأتي بها عزيز حكيم المورد يحتاج إلى عزة مين أسباناتي به غفور رحيم المورد مو هذا المورد الآن يقول الداعي مورد مورد معصية ومورد توبة ومورد بدء صفحة جديدة كما يعني نقول أولاً أنا عائد بفضلك معنى العوذ أنا عائد يعني أنا متمسك أنا لاجئ وعادة للإنسان لا يعوذ لا يتعوذ إلا بشيء كبير وقوي وذات منع ولذلك أسوأ الشيطان أول من أبدأ أعوذ بك الله تعالى أعوذ بالله أتمسك بالله من الشيطان فعندنا دائماً أعوذ به وأعوذ منه أعوذ بك يعني أتمسك بك يعني أنت الذي تحقق هذا الركن الركين بالنسبة لي فأنا أعوذ بك وجهة أخرى أنا هارب منها عائذ منها الدعاء لم يبين مما العوذ فقط بيّن بمن العوذ وأنا عائذ بفضلك ممن العوذ طبعاً القرين السابق على ما ذكر هي تدل عليه فأنا متمسك بك ملتجئ إليك أنت كه في الحصين لأني تركت أو ورائي يطلبن شيء أنا أخاف منه بحظ العبارة أرجو أن التفت هذه الفقرة الجليلة فيها أكثر من جنب للفهم تارة أنا أقول أنا عائذ بفضلك من الشيطان أنا عائذ بفضلك من ذنوبي أنا عائذ بفضلك من غفلتي كلها ترجع لي هذه الأشياء غفلتي وذنوبي وجريرتي ومعصيتي فأنا أتمسك بفضلك ممكن أن نقرأ قراءة ثانية ممكن أنا عائذ بفضلك من عدلك عائذ بفضلك من عدلك يعني أنا هارب من عدلك فأنت أنقذني ولكيف يتصوى الإنسان يهرب من الله فقرأ بعدها هنا هارب منك إليك كيف الإنسان يهرب من منه إليه هذه الجهة اللي أنا أهرب منها وهي منك وأنا أهرب إليك لأنك يا رب عندك صفات كثيرة هناك بعض الصفات قاسمة الظهر تشديد العقاب أنا أفر من شدتك أفر من عقابك أفر من عدلك وأهرب إلى رحمتك إلى فضلك إلى رأفتك هذا يصح فالهروب من شيء يجعلني أنا دائما خاسر لابد أن أهرب منه الشيطان لا يريد خير فاتخذه عدوة ما يمكن أن يكون صديق فلابد دائما أهرب منه صديق السوء أهرب منه كثرة تعلق بالدنيا أهرب منه وإلى أين ألجأ إلى عدل الله أيضا سأخسر لابد أن ألجأ إلى شيء فيه طمأنينة فيه سكينة عبد الله ليس فيه طمأنينة لإذا كانت العلاقة بيني وبينه أي سكينة أي طمأنينة فالذي فيه طمأنينة هي رحمة الله تعالى هي رأفة الله تعالى هي سعة رحمة ليس الرحمة وإنما سعة الرحمة ولذلك بعد الفقر بعد هذه الفقر عائد بفضلك ذكر هذا المقطع الثاني هارب عبر عنه هارب وأنا عائد بفضلك قلنا ما بين أي شيء مقدار عوذ ممن من أي شيء ما بين الداعي فقط أنا عائد بفضلك أنا تمسكت بفضلك هارب لاحظوا منك إليك نابين هروبك من أي شيء قال أنا هارب منك يهرب من الله تعالى قطعا الله تعالى لا يمكن لأحد مننا أن يهرب منه لأن لا يوجد مكان منيح على الله تعالى حتى أقول عبرت الحدود فلا يدركني الله تعالى لا يمكن أن أعبر بهذا التعبير لكن كيف يكون هذا الهروب يهرب منه إليه أنا هربت من هذه العقوبة هربت من الجريرة هربت من عدالتك و إليك إليك لكن لا إلى العدل هربت لهذه الرحمة لهذه الرأس التي تكون فينسجم مع الذي قبله عائد بفضلك أنا عائد بفضلك هارب منك إليك فإذا تبين العوذ من أي شيء العوذ أيضا من العدل لا حراج في هذا التعبير لا حراج فيه لأن الله تعالى لا يمكن أن يعامله أنا أهرب من معاملته بعدله فلابد أن لا أقبل طمأنين ليس بعدل الله طمأنين برحمة الله نعم لو كان عدوي نعم هذا مورد ميزان العدالة نعم بيني وبين غير الله تعالى هذا نعم ميزان العدالة أريد عدالتك يا رب فلان ظالمني فلان سجني فلان أكل حقوقي أنا يتيم وهذا تعدى علي نعم هنا عدل الله تعالى أما أقول إلهي أنت أمرتني فتجاوزت فأذنبت وأريد عدلك كيف يصير العبارة أصلا خطأ ولذلك لما الأطار عليه السلام وسيأتي سيأتي في الدعاء عاملني برحمتك عاملني برحمتك لا بأنص لا بعدلك يرفض الداعي المعامل وهذا العبارة بنفس المعنى هناك ثم قال متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظن من هذا النص قرآنيا ما موجود يعني متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك آية قرآنية على مقدار حسن الظن بهالمقدار مو موجود فمو الإشارة إلى آية ما وعدت كلام فيما وعدت فإذن الله سبحانه وتعالى أوعد أو لم يعد نعم وعد ما هو وعد الله تبارك وتعالى طبعا وعد الله بحسن الظن كثير في الروايات الشريفة أن الإنسان يحسن الظن وهنا معنى حسن الظن ومعنى الإنسان أنه لا يعلم الظن باعتبار البعض يفهم أن هذا ظن والظن ممكن يحدث ممكن لا يحدث مو المراد من هذا المراد حسن الظن أن الإنسان يضع كامل ثقة برحمة الله تبارك وتعالى هذا معنى يحسن الظن ولذلك في الروايات الشريفة لاحظوا عن النبي صلى الله عليه وانا أقرأ روايتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن شوف المقابلة يبين يقول لأن الله كريم فإذن حسن الظن مرتبط بالكرم مرتبط بالرحمة لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه هذه القاعدة بعد النبي ذلك يأمر يقول فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه نحن قلنا ارغب تستعمل ارغب عن وارغب إلى أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم وتالى أنا أرغب إليك أرغب عنهم يعني أتركب رأي لا أعتني به وأرغب إليه أقدم إليه النبي صلى الله عليه ويقول احسنوا الظن بالله وارغبوا إليه وبين هذا إن الله يستحي أن العبد هو يحسن الظن والله تعالى يخلف يقول لا أنت أحسنت الظن وأنا في غير مولد الظن ممكن هذا يحدث والعاذ بالله لا لأن الله لا يريد العبد أن يعذب حقيقة قضية العذاب هذا مطلب يعله صعب علي أنا أفهمه فضلا عن أنا وصله لكم يعني الروايات الشريفة والآيات الشريفة الإنسان إذا مر عليها يعني صدق قتل الإنسان ما أكفره يعني ينسى مو دائم الإنسان يتعظ آيات اللي صور العذاب تصوير أمير المؤمنين عندما يصف المتقين جملة ما يعني فحو الكلام كأن أزيز جهنم هذا تميز من الغيظ عبارة القرآن الكريم تتقطع يعني من الغيظ لأن جهنم ما مخلوق للرحمة هي مخلوق للعذاب هل من مزيد يعني هذا الأزيز كأنه سمعوه بآذانهم قضية هواي صعبة إنسان يكون فيه جهنم العذاب الذي يأتي فالإنسان عندما يعني يريد أن يبتعد عن كل ما من شأن أن يوصل إلى العذاب واقعا كفاء كفاء الروايات وكفاء الآيات أن تكون زاجرا وواعظا لا أحد منها يقوى ولا عزو بالله على جهن لا أحد يقوى فإذن الهرب يكون من الله إليه ويتنجز هذا الداعي ما وعد الله وكافأ بحسن مهما يأتي الإنسان هذه الصفة صفة أمل الآن بعد أن انتقلنا هذه الأشياء أشياء أمل أنه الإنسان إذا عاذ بفضله بفضل الله تعالى قطعا لا خوف عليه ولا يحزن يتمسك بالفضل حتى عدالة الله لتنان لأن الفضل من موارد الرحمة وقلنا الرحمة سبقت وأيضا هرب منه إليه فإذن هذا متنفس للداعي الذي وصل إلى اليأس من أفعاله ليس من رحمة الله من أفعاله ثم ذيّنها الإمام عليه السلام بأن أنا متنجز المتنجز يعني أنا متوقع الآن التنجز عدنا تنجز وعدنا تعليق شيء منجز وشيء معلق المنجز يعني الآن كما يقولون إذا في مورد الأمر بالمعروف أنه المنكر يقول إذا كان المنكر منجز في حقه يعني هو يعمل المنكر ويعلم أنه منكر فنعم هنا تأمر معنى منجز هذا فأنا أعلم الآن أن حسن الظن بك يورد الفرج تنحل مشاكلي إذا أنا أحسنت الظن بك ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عبر هذا التعبير وهذا التعبير ليس يعني من السهل أن يعبر إن الله يستحي في الآيات الشرفة إن الله لا يستحي من الحق ولا يستحي أن يضرب مثلا في موارد الهداية هنا عبر النبي صلى الله عليه أن الله يستحي ما هو الحياة والحياة من الله غير الحياة مننا أنه إذا هذا العبد هو الذي أحسن الظن الله يستحي أن يخلف ظنه يقول أنت أحسنت الظن بي وأنا الرحمن الرحيم الرؤوف وأخيبك لا ما أخيبك أجعل هذا حسن الظن جزاء هو أن الله تعالى يخفر وأيضا في رواية أخرى قال لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل لحظة فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة تعبير جدا بليغ يقول حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة فإذا الجنة تعبير بالثمن لاحظوا لدينا ثمن مثمن معاملاتنا ثمن مثمن فالجنة هي المثمن ثمنها ما هو يعني كيف الإنسان يشتريها تعبير عبر قال حسن الظن بالله ثمن الجنة فالجنة هي المثمن وثمنها هو حسن الظن بالله تعالى سنقول ولو جاء بذنوب الثقل نقول نعم ولو جاء بذنوب الثقل لأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء فالإنسان عنده الظن بالله وفي بعض الأدعية الشريفة تعبير الداعك ما قلنا يعني دائما يتوسل فرضا أنت أدخلتني في النار دعاكم فقطعا في النار فيها سرور من سرور عدوك ليس سرور أنبياءك كل الأنبياء كل نبي جاء إلى قومه وعراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الجنة من النار إلى الجنة فأي نبي من الأنبياء حريص على أن تكون أمته في الجنة فقطعا أي أحد منهم هو تابع لنبي من الأنبياء فإذا كان في النار لا يسر هذا النبي لأن هذا من أمته فقطعا فيه سرور عدوك أما إذا جعلتني في الجنة فهذا سرور نبيك لأن أنا من أمته ثم لا نكتفي بذلك لكننا نعلم أن سرور النبي الله يريد أو لا من سرور العدو هذا كلها طريقة لل يعني بيان توطئ لإنزال الرحمة الآن يقول حسن الظن ثمن الجنة هذا هواي معنى ترى مهم جدا أنه الجنة يردلها أثمان بأي شيء نشتري الجنة لحظة في بعض الحالات روايات مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب الله غاضب صدقة السر تطفئ هذا الغضب تعبير أيضا منتهى الدقة الإنسان إذا صل رحمه ينسأ في عمره يمدد في عمره النبي صلى الله عليه وآله ما جعل القضية الدنيوية يعني مو ثمنها راحة البال ثمنها رزق ما جعل القضية الدنيوية جعل القضية أخروية حتى الشق الأول الرواية الشريفة لأن الله كريم لاحظوا بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده هذه ما لها علاقة في الدنيا فقط عموما حتى في الآخرة يا إلهي كنت أحسن الظن بك الله تبارك وتعالى يعلم صادق هذا فإذا كان فعلا يحسن الظن يقول الله تعالى أدخل بعض الرواية تقول كذا وادخله الجنة ولا أبالي الجنة ملكة وهو يفعل ما يجب إن أكو نقطة أخواني وهذه لي قبل أن تكون لك حقيقة النبي صلى الله عليه وآله نبينا صلى الله عليه وآله أولا بذل جهدا جهيدا في سبيل هذه الرسالة المباركة وحورب من قومه أيضا حرب شعواء والنبي صلى الله عليه وآله أوذي أكثر من جميع الأنبياء هو صرح صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت واللي يقرح حياة النبي صلى الله عليه وآله يرى المعاناة التي كان يمر بها أولا المعاناة على الناس قرآن يقول لا تذهب نفسك عليهم حسرت يتأذى معاناة كان يستهزئون والنبي يقول إنا كفيناك لمستهزئين والنبي كان يتحمل ويتكلمون عليه بكل شيء يصفونه بأنه مجنون هذا الذي يأتي به عبارة عن أساطير الأولين قصص يقص علينا النبي محمد ما يعبره النبي ثم المحنة الكبرى أيضا الله أخبره بما سيحدث من بعده بأمير المؤمنين وبالزهراء عليه السلام وبسيد الشهداء والإمام الحسن بقريبة ولاة الشريفة لاحظ هذا الجهد الكبير الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله في مقابله الله تعالى جعل أمته أمة مرحومة بوجوده الكريم وبذريته وبالأيم الأطار عليه وسلام جعلها أمة مرحومة وعدنا روايات كأنه الله يباهي بنا الأمم سورا بالسقط في بعض القضايا الزواج والأولاد فكأن النبي صلى الله عليه وآله يباهي بأمته الأمم يعني موسى إيسى إبراهيم بتعبير آخر يعني يرفع رأسه بأمته هذه أمة مرحومة فيها ما فيها لا شك ولا رأيب أن كلا منا كلا منا يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة بأفضل ما يكون خاتم الأنبياء والجهد الكبير الذي جاء به فإذا أنا أحمد أذنبت ذنبا سأجعل النبي صلى الله عليه وآله ينكس رأس الله أكيدا يعني يعني في الوقت الذي النبي يستبشر وشيعة أمير المؤمنين على منابر من نور لكن الإنسان عندما يبدأ يذنب 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 لا تؤهني لشمولي رحمة الله والعاذ بالله أكيد سيخرج فرد من أمة النبي صلى الله عليه وآله ويخرج الفرد الثاني والثالث والرابع قطعا سيقول الموقف خلاف ما نتمنى نعم في الأمة ناس يعني تجاوز الحدود لكن لا أكون أنا من الذين يسيئون إلى هذا المقام الكبير لا يمكن حتى وإن أذنبت لحظ الشيطان يقول هذا الذنب لا يخفر لك الشيطان كما قلنا يوسوس ويري الأثباء يجب أن أنهر الشيطان أقول له إن رحمة الله كبيرة هذا ليس تعدي على المعاصل لكن الإنسان حتى لا يقع في فخ اليأس من رحمة الله والذنب ذنب لكن اليأس من رحمة الله كأنه يسد باب التوبة حتى وإن مس الإنسان ذنب لا بد أن يستغفر فجأة بسرعة يذهب إلى الاستغفار الله تعالى ينعم على نعمة يتذكر النعمة يسجد شكرا لله تعالى حتى تبقى هذه النعمة تحت تبقى هذه النعمة لا تفير منه هذه بعض الأفعال الإنسان يحيط نفسه بموجبات الرحمة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك رحمة إلى موجبات بحيث يشمنني هذا العنصر جيد نسأل صلى رحمة حافظ على الصلاة في الوقت المناسب أطاع الله بينه وبين الله من كان ماذا كان يفعل هذه الأشياء تنجين يوم القيامة إنسان إذا لا قدر الله يعني جاءه ما جاءه من الذنوب لا بد أن يتدارك فعلا بالاستغفار لا يؤجل بعض الناس عند عمل مثلا يقول بالوصية أكتب يا أخي سالم وصية ما ينفذون أنت الآن بعض الأمور أنت ابدأ بها الآن عند قضاء صلاة أنت صلي عند قضاء صيام أنت صو موجبات الرحمة من جملة الموجبات هذا الشهر الشريف لا بد أن نذكر أنفسنا بهذا الشهر الشريف دائما واقعا موجبات رحمة ينظم الإنسان وقته في هذا الشهر يفد على الله تبارك وتعالى يفكر هذه كثرة الطعام والأكل قد تجعل غاشي على القلب إنسان يتحول إلى أجل الله السامع يعني كالأنعام يأكل ويشرب يأكل ويشرب هذا الشهر ينقل إنسان هذب الإنسان أن هناك شيء ما وراء الأكل هناك ذهن لابد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى على كل حال لابد من حسن الظن بالله تبارك وتعالى إلهي أن تأوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني يأتي إن شاء الله تعالى بقية الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله وعلى آله